هو غيكون نتيفو لشي حاجة دي جو لا غربش نطحو النقطة بأنه هو مكيلة تيفو لأولو اللي كان هو أنه غيكونو رايات دي المغرب رايات دي المغرب كل كورسي فيها رايات دي المغرب وكندون بأنه من الواجب دي أنا كلنا كم غربة أنه نهزو ذيك الرايات ونسان دو المنتخب الوطني المغربي في هاد الماتش هدا ونعاونو ليكيب ناسيون عشنسانو محقو ليدخوو بوان ليدخوو بوان اللي هما مهمين بزاف واللي غيجي ما بغيش يشجع المنتخب بلا ما يجي واخذتكو عند ورقتو ما بغيش يشجع المنتخب ما يجيش يمشي يقلس في دارهم يقلس في قهوة يمشي يخرز الزنقة يمشي الجردة يمشي يحفظ يمشي يدر شي حاجة ما يجيش الكتيران إلا ما كان جيب نيتو أنه يعاون المنتخب الوطني مغربي في هاد الماتش هدا ونذكروا حاجة أخرى اللي هي مهمة جدا فالجامعة الملكي المغربية لكورة القدم تعاقبات من طرف الاتحاد دوي كورة القدم بغرامة قدروها 30 ألف درام علاش لأنه في الماتش المالي جمهور صفر عن نشيد الوطني المالي ومع الغرامة كالإنذار لذلك الله يجازيكم باخير الله يجازيكم باخير لا يكوف تينا نهار السبت إن شاء الله غدا مع الثمانية في الماتش فاشي داد دار ليم ديال لوقابو نحتارمو نوقفو ونسكتو غنسكتو واحد جوش دقائق ما فيها بس ونسكتو فاشيكون نشيد الوطني المغربي فاحنا نغنيو غننذكروا مستمعين كرام بأنه قطرت الهضرة بزاف الرياض فهذه وما الأخرى على أن تشيفو غدروا لجميع الماليكي المغربية قد قدم إلا أنه كينين ديال غابو غيتحطوه في الكراسة كينين ديال غابو غيتحطوه في الكراسة هذا منتخب ديال المغرب ماشي منتخب ديال إكس منتخب ديال الجمهور الويدات جمهور تضاجة جمهور ديال القناة طرع الجمهور المغربية كاملة الآن كريم اللي خصي عرفها الجمهور لأن الابليباق ديال الجمهور اللي كدخل تيران ذا باكتقام من مواليد الف سمية ربع وتسعين ثمانية وثمانين هدد للناس عندهم فرصة تاريخية أما ما كنتشو المنتخب الوطني كاليفي لكو بديمونت وعدنا فرصة تاريخية باش نشجعوا المنتخب وتعيش وتتو مالك الحلم اللي عشنا حنا يا فستوثمانين واذاك الإنجاز ديال ثمانية وثمانية لأنه حال وقت باش نكونوا كاملين لحمة واحدة خلينا نباركة عندنا من هذا جمهور ديال وداد هذا جمهور ديالرجاله منتخب مديل القجاع مديل ناصري مديل حسبان منتخب ديالجام